مارسي كولر ادى وعد لذيذ للعيب النادي الاحلي يحفزهم هتقول لي وعد مالي هقولك لا هتقول لي مثلا هيعمل لهم عزومة عشا مثلا غدا لا المكافئات ضخمة لا مش قصة كده قال لهم اكسبوا واكسبوا واحسموا الدورة وهديكوا راحة سلبية من التدريبات والمباريات طبعا مش كل اللعيبة اللعيبة الكبيرة اللعيبة القرهقت اللعيبة اللي شاركت طول الموسم قال لهم قدوا بشكل قوي جدا وهديكوا اجازة بمجرد حسم الدورة مش هتكملوا معايا اجازة سلبية راحة سلبية تمة من المباريات حافز حلو برضو للعيبة يقول لك لا انا اخلص عشان اروح خلصني واروح محمد عبد المنعي من بارح كنازي الستوري على انستجرام فيها شقة ده الوصف الحقيقي للستوري او الكلام اللي كاتبه فيه شقة تعب اسكتب لك ايه كل 3 ايام مباراة في ملاعب صعبة جدا نلعب عليها كل 3 ايام مباراة ازاي حرام بجد العالم كله واخد اجازة واحنا مطشاط ومعسكرات حرام انتوا كده بتدمروا جيل المفروض يشيل المنتخب السنين الجاية حافظوا علينا زي كل دوريات العالم ما بتحافظ على اللاعبين انا واحد من الناس داخل على 57 مباراة بجد تعبت عبت وفاضل لسه سبع مباراة للأسف احنا متأخرين قوي قوي مش مفاجئين انت قوي اتا بتقول لي كلامي يعني كلنا عارفينه عبد المنى عندك حق بصراحة برضا الله يكون في قون اللعيبة والاجهزة الفنية والادارات والجماهير واحنا وكل الناق احنا ما يعني بص هي دايرة عملت لي فيش حتة في النص كده فيها ناخد نفسنا كلنا كله شغال طول الوقت ودول اللعيبة يا جماعة دول مش مكان انا بحيث ان الناس اللي بتدير عندنا المسابقات او اللي بتدير الكورة بشكل عام بيتعاملوا مع اللعيبة اللعيبة دي لنا جرافيكس مش حقيقية لعيبة بلاي ستيشن بتلعب بيهم بالدراعة عافظ انت انا بتجري تلعب بلاي ستيشن كده هتقض دايس كده وعمالة جرر لعيب رايح جاي ما بيتعبش عادي يعني انت بتلعب بجرافيكس احنا ما بيتعابل مع اللعيبة الحقيقية البناء ادمير حقيقين دول كده ما تجري يا عام ما تلعب مباراة كل يومين ما تلعب في الحر ما تلعب في الساعة ما تلعب باي شكل العب ستين مباراة في الموسم اللي هيحصل لك يعني عادي يعني فيش كده